اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في شباب الوطن يأتي كأحد الأهداف الأساسية المدرجة ضمن خطط المملكة الاستراتيجية والتي تترجم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مشيرا سموه إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وثروته الحقيقية التي تسعى مملكة البحرين دوما لأن يكونوا محورا للمبادرات والبرامج والسياسات التي تعمل عليها جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله صباح اليوم برعاية حفل افتتاح قمة الشباب الفين وثمانية عشر إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة استجابة وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين اشتركوا في القناة ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن قمة الشباب الفين وثمانية عشر تعد فرصة حيوية لتنسيق المبادرات والبرامج والجهود المتعلقة بشباب والرياضة والمساهمة في وضع الأطر الأساسية والاستراتيجية لقطاع الشباب والرياضة وما تتناوله محاور هذه القمة التي تسهم في تأهيل الشباب وتحفيزهم لمؤكبة التكنولوجيا المتطورة وتشجيع الابتكار والإبداع بما يلبي التطوير المنشود لهذا القطاع في المملكة وقال سموه إن الكوادر الوطنية الشابة أثبتت في كافة الميادين جدارتها في تحقيق نجاحات تلو الأخرى سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي رفعين بذلك اسم البحرين عاليا ونحن اليوم في هذه القمة نؤكد دعمنا المستمر لقطاع الشباب الذي سيظل محورا أساسيا في أولويات اهتماماتنا عبر تقديم كافة الدعم والمساندة التي يحتاجها الشباب لتحقيق تطلعاتهم المنشودة بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة للوطن مشيرا سموه بالاهتمام والجهود التي يوالي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بذلها في سبيل تنمية وتطوير قطاع الشباب والرياضة منوها في هذا الصدد بما تحقق من نقلات نوعية في هذا القطاع الحيوي والمهم عبر العديد من المبادرات والبرامج الخلاقة والمبتكرة التي ستصل بشباب الوطن إلى الخير والنماء الذي يتطلع إليه الجميع وشدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على أن تشجيع وتحفيز الشباب البحريني سيستمر دائما في كفة المجالات ليواصلوا الإبداع الذي عهده الجميع منهم باستكشاف آفاق جديدة عبر التعلم من التجارب المختلفة ليصنعوا عبر مبادراتهم المبتكرة واقتناصهم للفرص قصة نجاح جديدة في سماء إنجازات البحرين متمنيا سموه لقمة الشباب 2018 كل التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظك الله ورعاك صحاب السمو والمعالي والسعادة أخواني وأخواتي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نبي أبتدي بالشكر والثناء لكل من قام بهذه المبادرة الناجحة اللي رح تهدف إن شاء الله إلى تنمية وتطوير القطاع المهم في مملكة البحرين ألا وهو قطاع الشباب والرياضة وما أقدر أزيد على كلام جالة الملك اليوم في الفيديو السابق أنه بلا شك الأولوية اليوم تعطى للشاب والشابة في مملكة البحرين وكل هذا دليل على حرص جلالته على مشاركة الشباب وعلى تطوير ذاتهم وتمكينهم أيضا وفي الأيام السابقة يشرفني كمسؤول عن الشباب أيضا نبارك لمملكة البحرين نجاح مسيرتها الدموقراطية ومشاركة عدد كبير من الشباب والشابات في الترشح والتصويت وهذا دليل كبير على نمو ونضج شباب وشاباتنا في مملكة البحرين وعلى حرصهم وحبهم لقيادتهم وبلدهم سيدي نحن أطلقنا استجابة والعنوان يتحدث عن نفسه استجابة لكم واستجابة لمبادرات الحكومة واستجابة لرغبات الناس وهناك أسس كثيرة وضعناها على أساس أن نحن نوصل للصورة المطلوبة طبعا نحن نقتبس دائما سيدي من كلامكم واليوم بعد أيضا عرضوه وأنت ذكرتوا أن لخلق هذه البيئة التنافسية المنفتحة العادلة إذا وصلنا وخلقنا هذه البيئة طبعا رح نوصل وكل رح يأخذ حقه وأيضا لا ننسى أطول عمر رأيتكم ونظرتكم إلى عام 2030 نحن رسمنا هذا الطريق وثم ألهمتوا دول كثيرة منها دول في الجوار ومنها دول أخرى أننا شافوا المقياس 2030 هو الرقم الصحيح والواقعي أننا نحط هدفنا ونوصل له لكن بعد التذكير ينفع المؤمنين بعد شهر رح نقول بقينا 11 سنة فقط لـ 2030 فالعمر يمشي الوقت يمشي ولكن لله الحمد نحن اليوم في خطة ثابتة وفي سرعة معقولة وسرعة واقعية لكن لا ننسى دائما أن الهدف هو تحقيق هذه الرؤية وأن نرى البحرين الجديدة تنمو وتنافس دول العالم نحن نطوي العمر في 11 أبريل السابق وقفنا هذه الوقفة وفي نفس القاعة وشرحت للشابات والشباب عن رؤيتي لبرنامج استجابة وقلت لهم اللي أنا في خاطري قلت لهم طموحي للشباب والشابات قلت لهم طموحي كيف أني أريد أشوف مملكة البحرين قلت لهم كيف أبغي أسلم هذا الكرسي للمسؤول القادم عن الشباب والرياضة أنه كيف يستلم هذه المسؤولية ويباشر ما تكون فقط على جهد شخصي نحن استلهمنا هذا الجهد منكم أيضا سيدي هي فريق البحرين اللي خلت كل مسؤول اليوم يقف أمام فريقه ويصور ويقول هذا هو فريق البحرين لأن فعلا فريق البحرين هو مبني على هذه المبادئ ككل وما في شك أن نحن عندنا مجالات طويلة وكثيرة أن نحن نقدر أيضا نطور ونلمع ونوصل إن شاء الله لأهدافنا المرجوة طبعا طويل عمر أنا ما بيطيل عليكم في الكلام ولكن عندي أمور كثيرة لو تخلوني اليوم إليه آخر اليوم أقدر أواصل لأن طويل عمرك تعرفون حبي وشغافي في هذا المجال وتعرفون طويل عمرك وش كثير نحن نقدر نتوسع إلى آخر الحدود وآخر طموحاتنا بس في أشياء بعد أيضا طويل عمر نحن نتعلم منها سيدي جلالة الملك الله طويل عمر علمنا سر الفوز والنجاح علمنا سواء كان طريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة وأنا من حسن حظي حصلت الطريقة المباشرة ربيت من الصغر أشوف جلالة الملك وتعلم منها ويشوفني أفوز ويشوفني أخسر لكن ما يغير في مبدأها أي شيء دائما يدفعني أني أنا أروح للأفضل واليوم كثير من اللي تعلموا في الطريقة المباشرة من وزراء ومسؤولين يقابلون جلالة الملك ويشوفونا ويوجههم وأيضا من الناس اللي يستلهموا من كلمات جلالة الملك وبرامجة وتطلعاتها للبلد لكل استفاد طول عمر هناك طول عمر جلالة الملك علمنا مبادئ كثيرة والحقيقة هي سر الفوز والنجاح أنا بتكلم عني شخصيا أنا طول عمر عندي مؤسسات كلفتوني وشرفتوني أني أنا أكون مسؤول عنها وقود هذه المؤسسات وأيضا تشرفت أني أنا أحمل علم مملكة البحرين شخصيا وأحقق أعلى الألقاب في المستوى التنافس الرياضي هذه ما جات من فراغ هذه ما جات من قدرات أخرى هذه جات من استلهام والتعلم من جلالة الملك سواء كان النجاح في إدارة المؤسسات أو سواء كان النجاح في الذات الشخصي هناك مبادئ علمنا ياها جلالة الملك علمنا الله طول عمره أولا الواحد يبني الرواية العيجابية الرواية مهمة تلهمك تلهم الشخص الآخر وتلمع الصورة وتوضح الصورة ومسعاك فكان دائما يعلمنا لا تسوي شيء بدون أي قصد يبقى بعدين مثل المثل ذاك الضحك بلا سبب قلة أدب فنحن أيضا مسعانا لازم أن يكون له سبب هذه وحدة شيء الثاني حب الوطن وحب الناس نحن شلي خلانا اليوم كمستوى شخصي نبذل عرق الجبين ونسافر ونتقرب سواء كان في الدراسة أو الدورات أو التحديات أو المسابقات الرياضية ترى في نهاية الأمر كلها عشان رفعت علم مملكة البحرين في نهاية الأمر عشان أحط روحي كسفير لمملكة البحرين ومثل البحرين خير تمثيل وروح للخارج وخلي غيري يقول هذول شباب مملكة البحرين أعطي انطباع آخر عشان لي غيري بيجي في هذا المكان الخارجي يعرف أن مملكة البحرين هذه نوعيتها هذه خامتها اللي تجينا دائما فحب الوطن يخليك دائما أن تبدل قصاري جهدك أنا في أماكن وفي أوضاع كثيرة وصلت لمرحلة يعني بغيت حتى أني أستسلم في كثير من المسابقات الرياضية بس يجي أمامي جلالة الملك يجي أمامي شعب البحرين بشكل كامل تجي أمامي صورة رفعت على مملكة البحرين تعطيني هالاندفاع اللي أنا أحتاجه تعطيني هذه اللمسة طول عملك شكرا ثم بناء أمل سواء كان أمل على اللي يعملون معاك في هذه المؤسسة أو بناء أمل شخصي أنا الحقيقة أشتغل على هذا المبدأ أحط الأمل الواقعي وامشي عليه أخلي اللي معاي وخلي نفسي نشوف الأمل أمامنا ونشوف النور أمامنا ونكون واضحين مع نفسنا أن هذا هو الطريق الصحيح اللي لازم نوصل له لأن كثير من الناس خلني أضرب مثل بسيط جدا دامنا في مجال شباب ورياضة كثير منكم يتمرنون كثير منكم يحاولون يضعفون أو يحاولون يطورون من لياقتهم وكثير منكم يروح للجم وتسعة وتسعين بالمئة منكم ما تواصلون لأن يمكن كثير منكم ما يعرف ليش وقاعد يتمرن كثير منكم حط تاريخ معين قال أبي أضعف في التاريخ المعين واحد 12 أبي أضعف كثير من 22 أضعك كثير من ما وصلت هنا في يضحك هناك ككيد واحد منهم من فإن بين بالمئة يا شباب اللي يمشي بدون أمل بدون حافز وبدون هدف معين يتعب يتعب لأنه يصير يمشي في الخلاء يمشي في سراب ما يعرف وين هو رايح إذا بتكلم عنه شخصيا عشان بس أضرب لكم مثل أنه ما في شيء مستحيل أنا اخترت لعبة متعبة جدا وتعرفون عنها أنا ما بقص قصة بطولة العالم بس شلي خلاني يفوز بطولة العالم والله أني ما حطيت بطولة العالم كهدف في بالي بس يوم بديت أمارس الرياضة حسيت أني عندي قدرات وقوة في هالمجال فوضعت هذا الأمل قلت أنا إذا أقدر أخلص هذه المسافة ليش ما أقدر أفوز بطولة العالم بس قبل الله أحط هذا الأمل خلني أقابل بعض الناس وأشوف إذا هم فعلا بشر حقيقيين أو لا واكتشفت أنهم بشر حقيقيين فيهم نواقصهم وفيهم ميازهم فاكتشفت أنه ما في شيء مستحيل حطيت هذا الأمل وحلفت لربعي اللي كانوا موجودين من أربع سنوات أني أفوز يوم الأيام بطولة العالم بس ما أعرف متى وكل سنة عن سنة أوصل ولله الحمد الله قدرني وخلاني أفوز بطولة العالم لأنه كان الأمل موجود والهدف واضح فمعناته ما في شيء مستحيل ونفس الشيء في المؤسسات ونفس الشيء في الوزارة أنا كيف أبي أشوف وزارتي كيف أبي أشوف مؤسستي كيف أبي أشوف شركتي كيف أبي أشوف أسرتي أحط هذا الأمل أبني عليه ونمشي عليه والأهم في نهاية الأمر المستغية والشفافية لازم أكون صادق مع نفسي إذا أنا بتمرن لازم ما أبوق وأقص على روحي وأحاول أطوف يوم أو يومين أقش في وجبات الأكل وأقش مع ربعي هناك أقصر المسافة لازم أكون صادق مع نفسي لازم أكون صادق مع نفسي وأتحدى نفسي لو ما حد كان يشوفني فيه نوعين من الطلبة فيه طالب فاشل وينجح في المستقبل وفيه طالب ناجح ويفشل في المستقبل الفرق بينهم أنه واحد صادق مع نفسه واحد غير صادق مع نفسه شل الفرق؟ الفرق أنت لازم ما تسوي شيء لأرضاء شخص أو آخر أنت تسوي شيء لك لنفسك وحبك لهذا العمل إذا حطيت كل هالمبادل أنا قدتك إياها في السابق تكون صادق مع نفسك تتحدى نفسك تكون بشكل يومي تقوم من النوم تعرف أن هذا تحدي تقوم من النوم تعرف أن أنت ما تبي تسويها الشغلة هذه وأن أنت يمكن حتى تكنسل هذا الحلم الذي أنت حطيته ولكن بعدين لازم تكون صادق وتمشي وإذا كنت قائد أو رئيس أو مسؤول لهذه المؤسسة أيضا نفس الشيء ما يتغير المبدأ سواء كان شخصي ولا كانوا عندك تحتك مئات أو آلاف من الناس اللي أنت تكون مسؤول عنهم المبدأ واحد ما يتغير فهذه الصراحة والشفافية والمصداقية هي اللي تخليك فعلا تشتغل بالشكل الصحيح وبعدين لازم الواحد يحتاج لكمل كل هالدواء أرضي يطلع عن المألوف يطلع عن يحاول شوي يضغط على روحها بعد ما يكون صادق مع نفسه بعد ما يحط الأمل بعد ما يكون حط أمامه شعبه وناسه وقيادته يطلع عن المألوف يتعب يتألم يفشل ويخسر ترى الفشل هو مو معناته فشل هو معناته نهاية المطار هو معناته أن حل ما يشتغل فقط فأكيد في حلول ثانية فهذا مو فشل تلقى لك ألف حل وحل وغيره توصل فما في إنسان يفشل ما في إنسان فاشل في إنسان ممكن أن قال الشيء صحيح في الوقت الخطأ أيضا خلوكم دائماً يجابيين في هالشغلة هذه فالخروج عن المألوف فعلاً يخليك تخرج عن السرب اللي ممكن يهديك ممكن يخليك تبطأ فمرة ثانية فريق البحرين هذه الكلمة اللي أنا وراي الحين فريق البحرين حطينا لها أسس ولازم نحن نفهمها أنا شرح لكم مبادئة جلالة الملك وحين لازم نشرح لكم أسس وللعهد اللي حطها وهذه الكلمة ما جات من فراغ فريق البحرين لها كلمة كبيرة قليل من القادة اللي أشوفه ما يأخذ الفوز والانتصار والإنجاز لنفسه سموه لأحد خذاحة فريق البحرين قال هذه أنتو الانجاز اللي احنا وصلناه لله الحمد من دقة وإتقان إداري وغيره هذه أنتو هذا الفريق هذا الموظف الفلاني هذا فلان بن فلان لأن البحرين والله الحمد لله نعمنا بمعرفة بعضنا البعض واللي يفعل على طول يكون بارز فأيضا طويل عمر خذنا من عندكم هذه المبادئ للبيئة التنافسية المنفتحة للعادلة خذنا من عندكم طويل عمر رفع يد الوصاية رفع يد الوصاية عشان نجعل الشاب والشابة والشخص اللي يكون منهم أن نعطي المجال أنه ينمو ويتطور وأيضا نقبل أنه لو قد أنه يخسر أنا ليش هاشي ليد الوصاية احنا لازم يا جماعة نعطي الشخص حقه أنا أشرح لك اليوم هذا نظام معين أنت ما بتسويه أنت الخسران بس يتعلم في نهاية الأمر لازم نعود شبابنا وشاباتنا نفس الشي اليوم العقاب في طرف في طرف الشق العالي ولا في مكان مرتفع يدز ولده يدز ولده يقول لطير ما طرت للأرض تنطرك تحت فأحنا اليوم يجب أن نعلم جماعتنا نعطيهم المجال أنهما ينمون ويتطورون ما يصير نحيد ونربط الشخص ونقول لن نرفع عنك يد الوصاية نرفع عنه يد الوصاية ونعطيه المجال أنه ينجز أيضا طول عمر قلت عن فتح المجالس واللي عنده أي مشكلة يجي وتفضل عندي وهذه كلمة يعني طول عمرك مجروحة في حقكم الحقيقة جهدكم موجود ويعني مقدر لطول عمرك فاليوم فتحت المجلس مفقط نتكلم في المجالس نحن نتكلم عن أبواب الموظفين نتكلم عن أبواب المدرأ والمسؤولين لا يجب عن واحد يقول لي أبي حاول أكلم فلان وما يرد عليه الباب مسكر في وجهي أو إلى آخرة إذا قيادتنا تفتح أبوابها ما في أي عذر من أي واحد دون ولي العهد أن يصك بابه أبدا وإذا نطول عمر ذكرته آخر شيء هو أن نحن لازم ما ننتظر نحن نشتغل مع بعضنا البعض حكومة وقطع خاص وعلى شكل فردي وعلى شركة الشركة وعلى إلى آخرة من الداخل والخارج وإلى آخرة ما ننتظر ما نعطل المسيرة هذه ونجعل العجلة هذه تمشي بالسرعة المطلوبة عشان نحن نوصل إلى الهدف فهذه طول عمر أسس فريق البحرين إذا فريق البحرين اليوم خذناها حق صورة ترقل طانين هي ما بصورة مبصورة جماعية نبرز موظفين الصورة عرفنا أنه عندكم موظفين عرف أنك أنت واقف في أمام الهرم الآن عطبقوها المبادئ هذه اللي إحنا نستشفينا من قيادتنا فيها طول عمر مبدأ الصراحة وأنا طال عمرك مرات يعني أحط روحي شوي في أمور ما حاسب لا للدبلوماسية ولا لسياسة ولا أخرى لأنه مستخدم غطاء الشباب بالرياضة فعذر الرياضة طول عمر دائما ما فيها سياسة فإحنا طال عمرك دائما أنت تطلب إلى الصراحة والشفافية والانفتاح أيضا فالاعتراف بالحق فضيلة إحنا طال عمرك في مجلس الأعلى الشباب بالرياضة ما أقول لك أنه هو أفضل مجلس في العالم ولا أقول لك أنه خالي من العيوب ولا أقول لك هو خالي من التقصير لا هو أنجز هو عطى هو وجه صحيح واجتماعنا واشتغلنا مع أفضل الناس اللي أنا أعرفهم في هذا المجال لكن أيضا لحين إحنا مقصرين طول عمر لحين إحنا ما مشينا في الدرب اللي أمي بالمية صحيح يعني نسبتها معقولة طي عمرك درسنا درسنا الوضع قلنا إحنا ليش مبأفضل مؤسسة في العالم ليش مؤسسة شباب الرياضة مبأفضل مؤسسة في العالم وكيف أن إحنا ممكن نقدر نطور هذه المؤسسة وجدنا طول عمر أن الحقيقة ما عندنا صلة مباشرة مع رؤية 2030 يعني باختصار إحنا رايحين في اتجاه الصحيح بس مو بماشين في الدرب السليم يعني نمشي مرة يمين ومرة يسار ومرة نستذكر رؤية 2030 مرة ما نستذكر رؤية 2030 مرة حسب البرنامج حسب مرات المود نبي نرفع نرفع نبي ننزل ننزل فما كان عندنا خطى الحقيقة ثابتة أننا إحنا هذه النظرة ونحط خطوط عريضة لازم نوصلها بالتواريخ عقب نرجع إلى هذه السنة بعدين طول عمر ركزنا على أشياء أخرى يعني هي مهمة بس مبهي يعني مبهي طعمرك الأهم في الاهتمام في الشاب والشابة نحن ركزنا على مجالات والوزير طعمرك موجود وزير الشباب الرياضة موجود نحن دائما نتكلم في هذا المجال بس ركزنا على ترخيص أندية بناء مراكز شبابية أشياء نحتاجها بس المفروض لا يكون هذا تركيزنا أمي بالأمية تركيزنا أمي بالأمية طول عمرئي إن شاء الله عقب هذه الجلسة وطالع إذا كانت هذه القمة كورشة سنوية نعتمدها طول عمروية الوزراء عشان نوضع الخطوط العريضة يعني طال عمرك على سبيل المثال عندنا أخطاء كثيرة يعني بعض القنوات الاتصال مع الوزارات ما كانت واضحة نحتاج طال عمرك روح الفريق الواحد نحتاج أن نشتغل مع الكثير من الوزراء يمكن يكون قسور منا يمكن يكون قسور منا على آخرين بس المهم عندنا طول عمر مشاكل بسيطة إذا تبيه شيء فني يعني مثلا الصلاة اللي موجودة عندنا مرة شيء قاصر متر شيء زائد متر شيء بالشكل القانوني أنا بأنمي شبابي وشاباتي في المجال الرياضي إنهما يشتغلون بالشكل الأصلي بالشكل العدل عشان لا راحوا في العالم الاحترافي يكونوا نقد المستوى أيضا طول عمر في مجال التجاري لاهتمام الشباب يعني بعد وزير التجارة موجودة هنا الحمد لله فطول عمر اليوم إحنا صحيح إنه كريادة أعمال الواحد ينطلق بالكامل من سن واحد وعشرين وطالع بس أي شي دون الواحد وعشرين تحت يحتاج يعني موافقة ولي أمر يحتاج موافقات وكذا بس يمكن هذا الشاب قد يعني محترامي لي ولي أمره قد إنه يكون فكرة بعيد عن الباقين قد يكون طموحه أبعد بكثير من الباقين ليش ما يخلونا فإحنا طالع عمرك نحتاج بعض الدراسة مع وزير التجارة إنه كيف إحنا نقدر نمكن الشاب طول عمر يبتدي بريادة الأعمال مثل الدول آخر والأخرى هاي موجودة مو بيعني مثل جديد إحنا نقدر نبتكره بس نقدر نحدد السن المعين اللي نخلي الشاب اللي راح يستثمر نرفع يد الوصاية عنه فطول عمر دور المجلس راح يفعل بشكل صحيح كجهة ل كي بي آيز نخلي يعني أو مؤشر مقياس الأداء يعني نبي نحط عمرك الكي بي آيز ونبي نجلس مع الوزارات نبي نجلس ويالكل ونقول لهم يا جماعة هذه رؤيتنا هذه طموحنا وهذه خطتنا أنتو طلعتم شوية عنها هذه طعمرك بيوحد العمل فمجلس لعلى طعمرك الشباب الرياضة من اليوم وطالع هذا راح يكون أسلوبه هذا راح يكون عمله وأتمنى إن شاء الله من الوزارة التعاون الكامل لأن هذه نظرتنا في نهاية الأمر طول العمل على سبيل مثال طول العمر أنتو اليوم عيشتونا في نوع وأسلوب ونمط كامل مختلف ولازم إحنا يعني انتماشوا وياه يجب أننا نواكب ونعاصر العالم أنا يعني عندي شيء بسيط إذا بندخل الرياضة والعمر في الوزارات والحكومة هذه ما تأخذ عشر دقائق طول العمر راح نسوينا دراسة في اللجنة الأولمبية أنا طول العمر عندي نصيحة في كتاب ينقال له سبارك هو الكاتب جون ريتي طول عمر مختصر الكتاب يقول لك الرياضة قبل العمل ترفع أنزيم في المخ يسمونه BDNF الBDNF هذا شي يسوي ينمي السلز في المخ يخلي الواحد يفكر بطريقة صحيحة يخلي الواحد يشتغل فيصير الواحد طول عمرك إنجازة أكبر وأحسن وأفضل سووا هذه حسب دراسات موجودة في الكتاب طول العمر بس إحنا مو بيعني ثيرست إحنا ناس عمليين طول عمرك عندي أمين عام لجنة الأولمبية حطيناه قرار طول عمر إننا نقدر ندرس هذه لو ندخل في الوزارات عشر دقائق لكل موظف يدخل أونلاين يشبك معانا في اللجنة الأولمبية ويطلع للفيديو اللي يسوي رياضة مكتبية فقط يعني لها وبيعرق ويحتاج يتسبع في مكتبة طول عمر بيسوي حركات بسيطة لمدة عشر دقائق بتشوف أداهم عندك طول عمر شون أفضل أمية بالأمية ونطع عمرك يعني هذه نصيحة ونصيحة إن شاء الله طول عمر نهتم فطول عمر نحن في نهاية المطاف في مجلس الأعلى الشباب الرياضة نتكلم عن شقين الشق الأول طال عمرك إننا نجعل من الرياضة صناعة وننمي الاقتصاد المحلي وندعم الشباب والشباب وشق الثاني طول عمر نحن نخلق البيئة والمناخ المناسب safe scene supported يجب على الشاب والشاب طال عمرك يحسون بهذا الإحساس هذا يجب أن نحن نخلق لهم البيئة لازم نعدل كثير من الإجراءات لازم نخلي الواحد طول عمر منطلق بشغفة وحبه وهوايت اللي هو يحبها لأن طول عمر الحمد لله ولله أهل حمد أكبر مثال اليوم شوفوا شبابكم شي يسوون في ملكة البحرين بعد أن نفتح عليهم أزيد بتشوفون طال عمرك أفضل وأنا كل ثقة فيها الشباب والشابات أنا طال عمرك متأكد أن جالة الملك يسمع لهذا الحديث هذا وهو يشوف كل طال عمرك ومتابع جدا لكل برامج الشباب الرياضة وأنا طال عمرك أدري بالحين يسمع ويشوف الشاشة حاليا طول عمر الملكة الله طول عمره علمنا ثلاثة أشياء رئيسية وإحنا طال عمرك ما راح نرتاح ولا راح أنت عمرك أنت هاوا ولا راح نستسلم إلي ما نشوفكم أنتم مرتاحين وثم جرت الملك مرتاح من هذا القطاع فطول عمره الملكة الله طول عمره علمنا أشياء إحنا يجب نحطوا عود ونكون قدها الوعد هذا وبعدين طول عمر نسلط الضوء على المقصر ونكرم المنجز إذا قدرنا طال عمرك إحنا فعلا نمارس الثلاثة مبادئ الرئيسية راح إن شاء الله تشوف الخط اللي نتكلم عننا باقي إلى 11 عشر سنة راح حتى يقصر ومن يقبله بس بننتظر شوي بنقول لأحنا قلنا 2030 ما قلنا 2025 وقبله فطول عمر إحنا الله يطول عمرك في نهاية الأمر الهدف لازم نطلع بهدف ووعد أمام الكل وأنا طال عمرك متعود الله يطول عمرك أني أحط لي هدف وأشتغل عليه الآن صرت أنا باطل من بعد ما فزت في طولة العالم ما عاد عندي هدف أشتغل عليه بشكل كبير فأطول عمر الهدف الرئيسي الآن ينتقل من الهدف الشخصي إلى هدف إن شاء الله للقطاع كامل إحنا نريد مملكة البحرين تكون فعلا مبس مسمى عاصمة وملتقة ومضرب مثل الشباب الرياضة في دول العالم ككل وأنا طال عمرك مبوعد هذا أحلف لكم راح يصير بإذن الله وإن شاء الله طول عمر أنا أشكر حسن استماعكم لي ورجوني ما طولت عليكم لكن الحديث كثير طول عمر وأنا قاعد أختصر قد ما أقدر ولكن أيضا طول عمر بعد هذه الجلسة راح تصير عندنا أربع محاول رئيسية حضور الوزراء هناك أسئلة وهناك مبادرات وهناك طال عمرك فوائد كبيرة أتمنى إن شاء الله من الحضور يكونوا موجودين معنا ويشاركون الوزراء والمسؤولين اللي موجودين نستعرض إن شاء الله طال عمرك برامجنا اللي إن شاء الله بتصركم وفي شك بها الشيء شكرا الله طالعا الجدير بالذكر أن قمة الشباب 2018 تتناول عبر جلساتها النقاشية الأربع التطلعات والمستقبل والبيئة العمرانية ومدينة المستقبل والرياضة كصناعة وريادة الأعمال والابتكار وتطرق عدة مسؤولين إلى دور وإنجاز الوزارات والهيئات العاملين بها وبرامجهم في سبيل دعم الشباب والرياضة التي وصلت إلى 177 برنامجا وطنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر